اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويحاول انه درجات العليا منه محاولة الانتحار او اديت الذات من اكبر علامات ووضع علاماته كثرة النوم طبعا هذا الانتحار بيكون بالحالات المتقدمة يعني بيكون الاكتئاب زائد درجة عليا عنده طبعا احنا في الدول الاسلامية بيكون الانتحار اقل من الدول الغربي لانه في الوازع الديني هو نوعا ما يمسك بعض الحالات المصابين بهذا المرض من محاولات الانتحار من علامات الاكتئاب ايضا الشعور بفتور للحياة ما في طعم للحياة ما في عنده نظر ايجابي للمستقبل كل نظرة للحياة نظرة سودوية بيشوف الدنيا كلها سوادة واحدة ما يرى فيها امل ما يرى في الامور التي تحيط امل الان هذا الاكتئاب حين يظهر عند الانسان هو يكون له عدد من الانوان من اللون الاول يكون انه قد يكون عرض مرافق لبعض الامراض النفسية قد يكون الاكتئاب عرض مرافق للرهاب الاجتماعي قد يكون عرض مرافق للهلع نوبات الهلع او يكون عرض مرافق للأفكار الوسواسية او افكار السلبية بشكل عام او الافكار اللي نسميها التوتر والقلق بشكل مستمر عنده قد يكون عرض مرافق الاكتئاب فاذا عالجنا المرض الاصلي هذا العرض الاكتئاب ذهب هذا النوع الاول اللي هو يأتي مع الأمراض العصابية ونوع الثاني يأتي مع الأمراض الدهانية وهذا لابد من علاج دوائي أو اضطرابات المزاج هذا لابد من علاجات دوائية حتى تسيطر على هذا المراض أما إذا إجاء الاكتئاب مرافق للأمراض العصابية حين تعالج الأمراض العصابية مثلا الرهاب الاجتماعي والنوبات الهالة والأفكار السلبية والقلق والتوتر بشكل عام هذا كله يعالج من خلال الجلسات النفسية وبدون أدوية والحمد لله في كثير من الحالات يجد محل قلق الاكتئاب مرافق لما يكون الاكتئاب مرافق بنعالج المرض الأصلي خلاص بروح الاكتئاب مباشرة أما الدهان لابد من مراجعة الطبيب وهو شغل الطبيب النفسي وليس الأخصائي أو المعالج النفسي المعالج النفسي يعالج من خلال الجلسات النفسية وبدون أدوية أما الطبيب هو يعالج من خلال العلاجات الدوائية والله يبقى العهي